ومع تشكيل لجنة خماسية تدير أمور الكرة المصرية برئاسة المحترم السيد عمر الجنين ومعه نائبا الدكتور جمال محمد علي أحد الشخصيات الأكاديمية المحترمة واللي له باع طويل جدا في مجال كرة القدم وعده نقابة المهن الرياضية وموجود في الصعيد بين أندية الصيد وموجود طبعا أسماء جميلة كابت محمد فضل كابت نحمد عبدالله والسيدة صحر عبدالحق الشخصية الجميلة المحترمة ماشي قالك أن الدكتور جمال محمد علي المنوط به الأقسام الأدنى للدور الممتاز على عاطق دور القسم الثاني تنظيمه ودوري القسم الثالث تنظيم استبشرنا خير ليه استبشرنا خير لأن زي ما بنقول بالبلدي الدكتور جمال محمد علي واحد مننا عايش مشاكلنا عايش أحلامنا وعايش أيضا ألمنا فعشان كده حسس بكل حاجة فقلنا الرجل هيحس بينا الدكتور جمال عمل مؤتمر يعني هذا المؤتمر دعية ليه وسائل العالم مختلفة وأيضا عن دية وعمل بلان خطة كده لتطوير القرة تطوير القسم الثاني وتطوير القسم الثالث والمسابقة شكلها حيكون ازاي وأنا فاكر كويس جدا أنه لما قالوا في دور محترفين حيطبق العام القادم الدكتور جمال قال لو عملت دور محترفين من 24 نادي يبقى ده ضرب من الخيال ومن المستحيل وأنا أؤيده تماما إن عشان أعمل 24 نادي يبقى موجود مثلا أندية من أسوان أسوان في الدول الممتاز ويا رب تظل أسوان وطنطة والأندية الشعبية دي في الدول الممتاز أسوان بتقدم كرة جميلة وطنطة وربنا يبارك يا رب يكونوا موجودين في موسم القادم لكن طلع التحريض طلع التعدين طلع كيمة أسوان أيا كان حيبقى موجودة عندي أندية من أسوان أندية من أينة أندية من سوهاج أندية من بن سويف أندية من أسويت حيبقوا موجودين في دور القسم الثاني من الـ 24 حيبقى موجودة عندي الرجاء في مطروح والحمام في مطروح حيبقى موجودة عندي المنصورة وربما دميات الشرقية كل محافظات مصر حتى العريش اللي لها حق اللي هي تكون موجودة في الدوري هتبقى ممثلة وبالتالي عشان أعمل 24 فريق يجي للفريق من أسوان يروح مطروح وبتاع مطروح يروح أسوان ده أنا بطلب المستحيل بطلب المستحيل ليه؟ لأن أنا مش في دوريات أوروبية أو دوريات عربية الاتحاد بيغضق على الأندية الأموال أو مش بيغضق ده الأندية بتعرف تستثمر صح وبالجيب فلوس صح والمدرجات مليانة بطاقة تشجيع من أول الموسم لعقرو التي شيرت اللي بيلعب به بيتباع بكذا المج ده بيتباع بكذا كل حاجة لأقيمتها التسويقية وبالتالي المصاريف اللي هتبقى موجودة مع الأندية ما فيهاش أي مشكلة خالص لكن عشان أجا أطبق دوري في مصر 24 نادي في دوري القسم الثاني ده أمر مستحيل مطلوب من اتحاد القرى يسوي المسابعة وعلى الأقل كل نادي يكون معاه 18 مليون ده على الأقل هتقول لي إزاي 18 مليون أقول لي حضرتك لما يجي يكون فريق قوامه 30 لعب خلاف 300 ألف أو في 400 ألف لأنه في قسم التاني حبه دوري محترفين تمام تيجي تضرب لي 30 لعب في 400 ألف جنيه ده أنت خلاص عديت عديت المبلغ اللي أنت الدتول شوف بقى السفريات وشوف الانتقالات وشوف المعسكرات وشوف أجور المدربين والأجهزة الفنية مشكلة كبيرة طيب قال بلاش 24 نعمله مجموعتين اتنين كل مجموعة 12 تبقى الصعيد وبحري والقاهرة تقسم نص القاهرة من ناحية الجيزة يطلع على الصعيد ونص التاني يروح على بحري طيب هنا تسألنا فنيا في فائدة من المسابقة دي بالنسبة للقرى مصرية لما تبقى على مجموعتين اتنين كل مجموعة 12 نادي اقول لحضرتك مستحيل ايه اللي حيقعد فانيا ده انا كده بقضي على القرى تحت الحل الوحيد مجموعة 18 نادي والاتحاد يدي للاندية فلوس وفيستثمارات تدر دخل ويقدر النادي يسافر ويعمل معسكرات ويعمل فرق قوية تنافس وتديني مرضوط طيب مزبوط كده يبقى قلنا 24 ده امر مستحيل قلنا 12 نادي في مجموعتين اتنين برضو امر مستحيل نهيت ابتدت المسابقة واحنا دايما متعودين في مصر كده نعمل بلونة اختبار ننفخ فيها ونرميها ونشوف مداها حيبى وصل لغاية فيه وبعد كده ناخد القرار بتاعنا بأن اسبوعين ثلاثة بنتكلم فيه قويل وفيه اخبار وفيه بتطلع من اتحاد المصر كرة القدم ان مش هيتطبق دور المحترفين الموسم القادم وان فيه ضغوط من الاندية الشعبية خصوصا لإلغاء دور المحترفين الموسم القادم انا بقولها لكم صراحة انا مع اقامة دور المحترفين لكن على اسس وعلى نظام صح 18 نادي على مستوى مصر وكل نادي بيعرف حياخد قده قبل ما يبدأ تحادل كرة اقول لنا زي ما بسوى الدور الممتاز حسوى المسابقة دي وكل نادي حيبقى داخله كذا من اعلانات ومن غيره في الحالة ده اقول لك طبق وحضرتك تعظيم سلام حيفيد الاندية فنيا حيفيد كرة القدم فنيا كل حاجة هتلاقي منتخباتك هتستفيد من اندية قسم الثاني الى ابعد مدى ده هو الصح ده لما اجي اخطط اخطط للمدى البعيد مش ابص تحت رجلي واقول لك 24 نادي او نخلى مجموعتين اتنين في 12 نادي لا ده غلط عشان كذا لما بدأنا الموسم ده الدوري تلت مجموعة القسم الثاني وكل مجموعة فقط 12 نادي وقال لك ينزل خمسة من ال 12 نادي ونادي يصعد يبقى يتبقى كام يبقى يتبقى 6 اندية وخمسة ينزلوا بقى 11 ونادي اللي ساعد يبقى 12 هبوط خمسة اندية احنا بنهرج احنا بنعمل مقصلة بنعمل مجزرة